طاقتك لهذه القراءة أنت في هناك تغييرات جذرية في طريقها إليك أو ربما بالفعل قد حصلت معك تغييرات جذرية شاملة وكاملة في حياتك ربما أنت الآن في دراسة جديدة في وضع جديد في حياتك ربما قد قمت بخطوة جديدة حصل طلاق أو انفصال وأنت في وضع آخر أو ربما كنت منفصل وعدت إلى وستعود إلى وقد ظهرت لنا في البطاقة هذه أنت في وضع انفصال ربما أنت الآن تعاني من انفصال ربما كنتما في علاقة وقد حصل انفصال وأنت تشعر بأن هناك فجوة كبيرة حصلت في حياتك أنت كنت في وضع وأصبحت الآن في وضع مختلف تماما عن ما كنت عليه أنت تشعر بأن حياتك كلها قد انقلبت رأسا على عقد تغييرات كبيرة قد حصلت في حياتك وأنت لن تقدر أن تقف في وجه هذه الصعوبات أنت لن تقدر إذا حصلت هذه أو أنها ستحصل معك في الفترة القادمة أنت ترى بأن هذا الحبيب لم يعد يثق بك من قبل أو بأنه مريض نفسيا أو بأنه غير مدوازن ربما تشعر بأنه إنسان لا يعتمد عليه بأنه قليل الثقة قليل الصبر إنسان فاشل أنت تراه بأنه إنسان سيء هذا الشخص ربما هو في متعدد العلاقات ربما إنسان متعدد العلاقات لكنه هو يشعر بالحزن والفقدان لك كثيرا هو يشعر بالحزن الكبير لك والفقدان ويريد الرجوع إليك يريد بكل تأكيد الرجوع إليك هذا الشخص هو جدا حزين عليك هو يشعر بالخوف وبالبعد أيضا ربما أنت تراه هكذا تشعر بأنه أيضا هو ممكن أن يكون متعدد العلاقات كما قلت لكنه حزين جدا لفراغك ويشعر بفقدان كبير لك طاقتك لهذه القراءة أنت في وضع مدافع النفس أنت وهذا الشخص ربما كنت ما في خصام وفي مشاكل كبيرة وأنت الآن تقف موقفة كبيرة أمامه وتحاول أن تدافع عن نفسك بكل قوة وبكل جراسة وأنت تحاول أن تثبت وجهة نظرك وبأنك أنت على حق وهو على خطأ أنت تحاول وتقاوم بكل قوتك كما قلت في هذه الفترة أو بأن هناك منافسين لك ربما منافسين لك في حياتك في عملك في منافسين على هذا الشخص أنت ربما تحب هذا الشخص بطريقة كبيرة وتشعر بالغيرة تجاه هذا الشخص وتشعر بأن هناك كثيرون من الناس حول هذا الشخص وأنت تريد أن تكون معه وتبعد كل أشخاص الذين يعكرون صفو حياتك أو ربما أنت تحاول أن تقاوم التغييرات التي حصلت الكبيرة التي حصلت أو ستحصل بحياتك بكل قوة وشراسة ولكن هذه التغييرات ستحصل لا محال ومن الأفضل أنك لن لا تقف في وجه التغييرات إذا كانت بالفعل ستحصل أو حصلت أمامك بل تدعوك هذه اللطاقات لكي ترضح إلى النصيب والقدر فهناك قدر من عند الله سيحصل في حياتك وأنت المفروض أن تكون له راض ومسلم طاقة الحبيب هو في ولادة جديدة ربما قد حصل على طفل جديد أدري على ولادة جديدة ربما هو في زواج جديد ربما في علاقة جديدة في بداية جديدة في حياته في دراسة جديدة في عمل جديد يشعر بالتفاؤل والأمل هو في طاقة جميلة جدا وهو إنسان فرح ومقبل على الحياة في هذه الفترة ولهذه العلاقة عنده أمل كبير لهذه العلاقة أيضا هو يشعر كما قلت في الطاقة العامة يشعر بفقدانك جدا وبالحزن ويحب أن يرجع إليك ظهر لنا وهذا وعنده أمل كبير في الرجوع والعودة لهذه العلاقة ربما عنده طاقة كبيرة لك وللرجوع البداية الجديدة عنده حب للبداية الجديدة ولكنك أنت من تقف متحدي لهذه العلاقة ربما أنت لا تريد الرجوع وهو يريد منك الرجوع وعنده أمل كبير بالرزوع طاقتك لهذا الحبيب أنت تشعر بغيظ وغضب شديدين باتجاه هذا الحبيب من جراء هذه المشاكل أنت تشعر ربما بالغيرة أيضا بالغيرة الكبيرة ممكن بأنه قد دخل في علاقة وأنت تشعر بكسرة قلب وبإحباط من جراء الخيانة التي قام بها وهو لكن يريد أن يدافع عن نفسه بشكل كبير هذا الشخص وعندك الآن غيرة وغضب شديدين من هذا الشخص ولكنك أيضا تحب هذا الشخص منجذب له بطريقة كبيرة أيضا هو منجذب لك أيضا بطريقة كبيرة ولكنه بنفس الوقت غضب ممزوج بإعجاب هو يغار عليك كثيرا وغضبان منك جدا أيضا عفوا أنت الغاضب منه جدا أنت غاضب منه جدا ولكن عندك شغف عالي باتجاه وتغار عليه بشكل كبير مشاعر الحبيب بالنسبة لك هو يريد أن إذا كانت العلاقة بينكما قد تعب قد حصل بينكما مشاكل هو يريد أن ينهي هذه المشاكل ويعمل شفاء ويحصل على الشفاء ويريد أن يعود إلى هذه العلاقة ويعمل توازن إذا كان هناك طرف ثاني قد دخل بينكما هو يريد أن يعمل توازن لا أقول بأنه سيخرج هذا الطرف الثاني من حياتكما لا سيبقي هذا الطرف لكنه سيعمل توازن بينك وبين هذا الشخص هذه مشاعره بأنه يريد أن يعمل توازن بينك وبين الشخص الآخر هو يراك بأنك صاحب قرارات وبأنك عنيد ومتمسك برأيك وإذا قلت قرار قمت بشيء تقف عنده ولا ترجع عن قرارك هو يراك نوعا ما عنيد ومتمسك برأيك وأنت ظهرت هنا أيضا بهذا الموقف هو أنت إنسان هنا شخص عنيد وتحاول أن تدافع عن رأيك بكل قوة ولن تتراجع وهو إنسان طيب مشاعره بسيط هو شخص بسيط الرغم من أنه احتمال يكون بأنه هو من من طرفه قد دخلت العلاقة الثلاثية من طرفه لكنه هو شخص بسيط وقلبه مفتوح للحب وعنده نية للبدايات الجديدة وللتصالح نوايا هذا الشخص هو متعب جدا هو لا يقدر أن ينام الليل هو يفكر جدا بهذا الوضع الذي أنتم به الآن هو يريد معك كما قلت بداية جديدة ويفكر جدا بالخروج من هذه المشاكل نواياه خطوته القادمة أن يبتعد عنك قليلا هو يريد ابتعاد ولكن يريد حل هذه المشاكل في نفس الوقت لأنه لا يستطيع أن ينام هو يفكر بك جدا جدا ويريد كما قلت الرجوع لكنك أنت المعند على رأيك هو يريد التباعد والتفكير الوقوف وقفة مع نفسه لعله يصل إلى حل لهذه المشكلة التي حصلت بينكما أن مصير هذه العلاقة هي الساحر سيحصل بينكما على الأغلب شيء مثل السحر ليس السحر ولكن شيء بطريقة فجائية سيحصل بينكما شيء بطريقة فجائية لم تحسبان لها حساب أنظروا هذا الشخص نوايا هو يحاول كما قلت هو متعب جدا جدا من البعد عنك وهو سيحاول أن ينهي هذه الخلافات هو يفكر بإنهاء الخلافات والمشاكل التي حصلت بينكما ويقدم لك عرف مصالح وهكذا نوايا خطوته القادمة أن يتواصل معك بالروح بطريقة كبيرة لعلك تأتي أنت إليه وتصالحه هو يحب ويريد أن يتواصل معك بالروح بأي طريقة لكي تتواصلان إلى الزواج هو يريد منك الزواج خطوته القادمة لا يريد هذا الشخص منك أن تكون معه في علاقة عابرة في علاقة ربما أنت لم تكن جدي معه في هذه العلاقة أو ربما كان هو لم يكن جدي والآن قد حصل على على قرار في نفسه بأنه قد حصل على عرفة مؤخرا بأنه يحبك جدا ولا يستطيع أن يستغني عنك ويريد أن يكون في زواج حسرا في زواج لا يريد إلا الزواج معك لا يريد علاقة عابرة معك مصير العلاقة سيكون هناك انتظار وترقب احتمال بأن هذه العلاقة ستظل هكذا لفترة لا تقل عن ستة أشهر وبنهاية ستكون علاقة بإذن الله علاقة بينكما علاقة ثابتة وراسخة لكن هذا الانفصال سيدوم فترة لا تقل عن ستة أشهر ثم بإذن الله ستكون هناك بداية أو بداية راسخة طويلة الأمد بينكما هذه نصيحتك لهذه القراءة أن تتخلى قليلا عن عنادك وتسلبك وتسلطك ربما كنت في هذه العلاقة أنت متسلط وقد وفرضت رأيك بطريقة كبيرة وهذه أيضا تدل على أنك عنين ومتمسك برأيك وهذه أيضا والآن البطاقة تدعوك بالتخفيف من هذا الأمر لا تكون متصلب وقاسي بل تعامل مع هذا الشخص بليونة هذا الشخص بسيط طيب القلب تعامل معه بطريقة بسيطة افتح أمامه باب الحوار لأنه يريد أن يصالحك هذا الشخص افتح أمامه باب الحوار هو سيتواصل معك بالروح لكن أنت إذا كنت قد أغلقت عليه التواصل افتح باب التواصل هناك هناك انفصال بينكما ولكن هذا الشخص يريد أن يرجع إلى هذه العلاقة تقول لك أنت تستحق الحب إذن أنت محبوب أنت شخص محبوب وإخفي أسرارك ولا تبوح بكها لأن هناك أشخاص ربما دخلت بينكما أشخاص قد عكروا صف العلاقة بينكما عملوا مشاكل وهذه البطاقة تدعوك بأن تخفي أسرارك لا تبوح بها لا تتكلم أمام الآخرين وتقدم بخطوة جدية مع هذا الشخص فنجاح محبوب 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 محبوب